أسعد الله مساءكم بكل خير حلقة جديدة من برنامج ليلة خميس وضيف جديد ضيفنا لهذه الليلة أحد الأسماء العامية التي قدمت في تجربتها من خلال الشعر أو من خلال الأغنية فيما سبق تجربة واضحة المعالم تجربة مضيئة قدم الكثير من إبداعه كما قدم من ناحية الشعرية الكثير من قصائده يحسب هو شاعر ويحسب فنان معتزل ضيفنا لهذه الليلة حتى لا نطيل عليكم مقدمتنا ضيفنا لهذه الليلة فارس مهدي لسه أنا بسأله هل هو يبغى الشاعر أم الفنان أول شيء مساكلة بالخير مساكلة بالنور وأحب مسي الجمهورة عزيزة بكل خير يا رب نعم متابع جمهورة الساحة أفضل فارس مهدي حالة أفضل فارس مهدي أعتزل الغناء تماما يعني لا عدد نتحدث عن الفن كتجربة سابقة ليست تجربة حالية ونحن الآن نستضيف فارس مهدي كشاعر حتى لا يقال أنه البرنامج ليلة خميس خرج عن خطه حتى هناك بعض الفنانين ناخذهم من جانب الشعري أكثر من الجانب الفني عموما من حي من أين نبدأ من الشعر أو من الفن والله لا تشوفها الشعر أو الفن كلها هما يعني وجهة طيب خلينا خلينا لنقول من الشعر أولا لأنك أمتطيت صهوته منذ البدايات يعني قبل تكون فنان أنت شاعر هل تأثرك بوالدك يعني كان لها الدور الكبير بحكم أن والدك الله يطول في عمره مهدي بن عبار كان لها الدور الكبير في أنك أنت تكون شاعر أو تأثرك فيه منذ نعمة أظافرك والله هي ولدت بالفطرة نعم الوالد شاعر ولها أيادي بيلاء بالنسبة للساحة الشعرية نعم الشعبية كاملة نعم كتأثر والله أتمنى أنه يعني أنول شيء من الوالد لو واحد بالمية لكن كتجربة وكذا أستاذ وأستفيد منه بنفس الوقت يعني أستاذ الكثير من الشعران طبعا وأنا أولهم هذا وفع منك أبو نواف أحاول أني أستفيد رغم الفارق بالسن والعمر لكن اللي أقول أنه الوالد مدرسة وش ما حاولت أني أستفيد منه فأنا نقطة ببحر عند مهدي نعم استاهل أبو فارس طيب نتكلم عن موضوع الشعر أنت بكم كم الفترة الزمنية اللي بين يعني يعني تواجدك كشاعر وبين دخولك مجال الفن والله الشعر يعني من البداية يعني من وانا صغير يعني كتبت وقتها عمري تسع سنوات محقول تقريبا بالوقت اللي أذكره يعني بوقتها كان في مجموعة مطبوعات الوالد كان محرر في جريتة عكاب نعم كان في جريتة المسائية مشايا من كان يحررها ما تابعني جلاله ما تابعني جلاله يرحمه ويذكر في بعض الأحبة بعض الأناس ينهم نعم وبعدها استلمها القحطاني مناء أو ماناء أحمد المنية حمد المنية الله يذكره أخر وحب أنه مسي عليه كان فيها الحميد الحربي بعض نعم في جريتة الجزيرة جميل اللي أقصده أنه أنت بدأت تنشر قصائدك بعيدا عن موضوع الفن نعم بداية شعرية بداية شعرية ودخلت مجال المطبوعات الشعبية يعني فترة توحجها فيما بعد رسلت مجموعة جرائد محررية وأبدوا يعجابهم بالموهبة فارس مهدي كشعر بلحظتها متعب العنزي نشر لي الحميد الحربي برضو يوسف محمد المجالس المجالس وقتها برضو نشر لي الله مجموعة أسماء لكن فيما بعد مع ظهور المجلات كان طموح أي شاعر أنه ينشر من خلال هالمنبر طبعا في وجود أسماء كبيرة وتنافس ودعا تفرق المجلات عن الجرائد اليومية يعني صفحة كاملة وملونة ومقدمة وفيه جهد فيه جهد بالمجلة ملموس أكثر من المطبوعة نعم اللي بشكل يومي فكان عندي يعني طموح أنه والله أنافس هل أسماء لي موجود الأمير الفلاني الشيخ الفلاني والمنافسة فيها المجال ما هي عيب أنك تطمح نعم فبدل ما تمسك يعني يمسك فارس مهدي بن يده وينجم فارس مهدي لا حصرت عكس اللي أنا كنت متوقعه يعني من دعم أو اهتمام من ناحية المجلات فصار فيها زي ما تقول نقيض بين الشعر وبين موهبة أني أنا عزف عود وقتها نعم وألحن يعني وصوتي جميل والحمد الله فمن خلال هالمبدأ بعد أزمة الخليج بعد أزمة الخليج بعد الأزمة تقريبا في الستة وتسعين بديت يعني تمكنت من آلة العود وبديت ألحن النفسي يعني غالبية قصائدي فالفارق بين مرحلة الشعر في بداياتها أنه أنا أطمح أنه قصيدتي تعصر في المطبوعة الفلانية ولكن ما ما أخذت حقها فشفت أنه بإمكاني أني أقدم من خلال الأغنية الشي يلي لي ما حق طواردك أنت الآن قاعد تسبقني بطرح الإجابات قبل أن نطرح الأسئلة أنا أسردها لك ما بعضها أنا أولاً أتكلم عن موضوع التجربة الجربة النشر في الجرائد والمطبوعات الشعبية ما وفقت فيها ما وفقت لأنه أنا عندي سؤال أنك عجز بالفعل عن توصيل شعرك بصورة واسعة نعم نعم أش كانت المشكلة هل أنت شاعر غير جيد نفس قصائدي اللي رفضوها وكسروا فيها وغير موزونة نشرت بعد ست سنوات وأخذت أكثر من حقها وأكثر من صفحة في قصيدة صفحتين وأنا مرسلها للمجلة المختلف ناصر اسبيعي وكان يرد علي حتى يحط الاسم بالكامل فارس مهدي العبار قصيدة كحالة دون الوزن مكسورة وكذا وكذا هرفت هذا بحد ذاتها قصاء لهالموهبة ليش نعم فولدت عندي شيء من الحماس أنه أقدر أقدم حاجتي بشيء ذاني وحي يجي وزي ما جاء ناصر ونشر قصيدتي برضو الآخرون اللي سووا نفس الموضوع نشروا عمالي بعد ما طلع فارس مهدي كفنان كنجم كنجم وضع نظر عن المسميات كنجم كنجم فنان كنجم ولها متابعين مش نجم كشاعر نعم أنت تواجدت كنجم فنان كنجم فنان نعم ففرضت نفسها بنفس الوقت نعم ونفس القصائد اللي هم كسروها همشوها وعيد نشرها وأخذت أكثر من حق وقلتها لهم نفس القصائد أبدا أبدا والله ما عدلت وأنا ما أنا من الناس اللي لازم أكتب قصيدة أحيانا تمر مناسبات وفي قريبة ما أقدر أكتب فيها أنه الآن القصيدة هي تكتبني فما أتعمد أني أكتب القصيدة أحاول أحيانا أرجع القصيدة قديمة لي أعدل فيها بعض الأشياء ما أكتر قصيدة ولدت بشكل طبيعي هذه تلميعة أو تحسينة هذه تأخذ من الخبرة مثلا شخص أكبر مني بالله عبد الله بن حمير يرى أنه والله الكلمة مرادة فيها الكلمة الفلانية أفضل هذه إمكانية بما أنك أنت مدير تحرير مجلة أو جريدة تعدل لكن اللي هي أنك أنت تهمش إبداء وتكسر مجدي فهو حلو يعني مش أفضل الموجود ولكن شيء حلو يعني يمشي عطني حافز لهذا الشيء هذا لا قلتها الناصر السبيعي قلتها القصيدة اللي نشرت لو لاك والقصيدة الفلانية والفلانية هالنفس القصائد اللي أرسلتها لك في الـ 94 و 96 فرد عليه قال لي أنت الآن نجم يعني النجم يفرض وغير النجم طيب في عندنا مواهب عندنا ناس عندهم الأشياء اللي أفضل من فارس مهدي عطوهم فرصة فانتهت من ذاك الوقت يعني ما حرست حتى أني أراس الناصر فيما بعد ولكن بينت لأنه نفس القصيدة اللي نشرتها أنت كسرت فيها من 6-7 سنوات يعني كانت موجعة بتقلبك يعني الموضوع لما لما اعتذروا كلنا اعتذروا لنا أبوك يا أخوي اعتذر لي أنا نعم وهو أبوك فما هو عيب ما هو عيب أنه يقول لك أبوك أرسل لي مرة رد وقلت له يعني في لقائي الأسبوع الماضي يقولت أنت رديت علي يوم الأيام قصيدتك بحاجة إلى قراءة متأنية نعم لا أنت قلت لي إنها زينة أفضل ولا قلت إنها شينة هنا الأسلوب اختلف بأبوه نواف اي إنه لما يقول لك الوالد إنه قصيدتك تحتاج قراءة أفضل عرفت بينما أنت قاعد يعني أنت قاعد تكسر بالقاعدة الأساسية اللي هي الوزن والقافي لا لا شوف فيه نفس السالبة أنت تدافع عنه عشانه أبوك لا 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 والدي أبو أقول لك حاجة والدي منبر بغنى عن دفاع نعم زي والأوفياء اللي مثلك نعم يقدرون مهدي ويذكرون الأشياء اللي هو قدمها لهم طبعا أما عن تجربة ناصر أنا تجربة حية ومباشرة وإنه صار لي كذا وبعد كذا صار لي كذا فيه فيه اختلاف طيب غير المختلف غير المختلف ما فيه حد ما حرصت نشرت قصيدة في المختلف فقط كنشر ايه؟ كمتبوعات شعبية كحرص أنا أحرص على المجلة الفلانية نعم مو كسورا بالمحررين الآخرين أو المتبوعات الأخرى لا أنا حرصت على أنه أنشر في مجلة المختلف لأنه كثير من الأعين والمتابعين وجهوا للمختلف نعم وانت تذكر ديك الحبة يعني كانت يعني كان الهدف المنافسة أولا الاسم موجود والخبرة موجودة من ناحية والدي اللي أنا أستفيد منها وأقدمها لكن أنا ما استخدمت لا خبرة والدي لأنا أتمنى أني أستفيد منها وحبيت أني أظهر بنفسي يعني نعم أقول لك سؤال أنت قبل أن ترسل القصيدة للمختلف أو للجزيرة أو للرياض كنت تعرض القصيدة على الوالد؟ تقول هذا قصيدة جديدة؟ لا 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 ليش؟ كنت أرتهب من الوالد كان يجرد نعم يعني ما أهم شيء ذراستك آه ما له في الشهر؟ لا 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 هو في مجال الإعلام يعني وقتها أماسك الجنادرية من جهة ماسك التلفزيون من جهة الإذاعة من جهة فخلص أنا أكفي واحد من العيلة أنه أنا أكون بوجه إعلامي نعم وإنت أهتم بدراستك وبعدين فما كان في ذلك الانتباه يعني من والدي إلى ناحية القصيد حتى أذكر مرة ديوان والله أنا كاتبه وكذا وحطم فيه يعني أبرز الأشياء الذكريات والأبيات اللي أنا كاتبها فيها أخذها وقطع بكل سهولة الله ما يعني له شيء لا لأبوك كان ديكتاتوري ديكتاتوري نوعا ما أبوك أنا عسكري بالحرص الوطني يعني إياه سوف ضروري يعني لكنه يعني تجربة شعرية بمفروض أنه يعني ما أدري أنا لو داري بهالسؤال كان سألت الأسبوع اللي فات يعني عن الموضوع هي بالوقت نفسه أنا أعرف أنك تسر العود على رأسك هاي لا العود مرحلة ثانية أي طيب نكمل عشان روح للمرحلة الثانية ما هي مشكلة فوقت هالشعر يعني حتى من ناحية عمري صغير يعني ما بين التسعة والعشرة آه سنوات وعشرة إي إي أنا بديت أكتب من الصغر لا لا جل وبرضه كان الوالد يتردد عليه الأمير بدر بن عبد المحسن أنت يا عبد الله ناصر القحطاني الأمير السامر كثير والله من الأسماء السبر صبار السعدون سالم الجهبل كثير والله من الأسماء عاقل الزيد الله يرحمه الله يرحمه متعب عيسى الله يرحمه مجموعة والله من الأسماء بندر شدادي سعود بن بندر الله يرحمه وشدادي الله يرحمه مجموعة كثير من الأسماء اللي أنا جلست بينهم وأسمع يعني من هذا وهذا من مجلس الوالد من مجلس الوالد فطرية أنا اكتسبت الوزن والقافية بدون ما إن أحد يعلمني فيه فعرف القصيدة هي موزونة ومقفاة من خلال سماعي وممكن أكمل لك القافية حلو أو أكمل لك شطر البيت من خلال هالخبر اللي أنا اكتسبتها فيه حلو لكن إنه يشجعني مثلا على هالمجال إنه والله أنا أمشي فيه ما توقع أي أبي أنا عندي ولديها الحيني حاول أنه يكتب بأمور برضو تكرر مأساة أبوك نفس الموضوع نفس الموضوع خف الله يا رجل تجر بعضها بس أنه التوجه توجه يعني أنا مجالي حاليا الوقت الحالي أقول لك أنه كناشط اجتماعي إعلامي أنه أقدر أخدم أقدر أخدم أقدر أخدم المجتمع وبالنسبة للشعر حسب مزاجيتي أنه ممكن يطرع شيء ممكن شيء ما يطرع ولدي لآن توجه للكتابة حاول أني أقدر يعني بقدرم كان أني أمنع لا وجه لدراستك أهم شيء نعم وهذه بعدين يعني موراور تراشف الشاعر حيولد شاعر يعني أنا أذكر كنت أذاكر طبعا في الثنوية في المتوسط وكنت أذاكر يوم الاختبار وتجيني قصيدة أحط الكتاب ورح أكتبها تقعد معي ساعة ساعتين ومشكلتي لاختبار تصدف تصدف فمهما حاولت أن تقول والله الدراسة أو ما الدراسة يظل الشاعر بداخل الإنسان محفز هي بالنهاية أحيانا تصير زي ما تقول أعرض لها الشيء قدامي يعطيك حماس أكثر أنك تشهد حرك بهالشي اللي أنت به ممكن أنا من ضغط والدي أو أنه أبعد عن المجال كذا وكذا ولدت عندي حافز الإبداع اللي داخلي اللي استصاغ على الجمهور وحبه لا حين يتناقل طيب أسئلة نترة كثير لا أدري يمدينا على حلقة اليوم ولا ما يمدينا طيب حبيبي فارس لما نشرت أنت في الجزيرة في المسائية في الجرائد الأخرى والدك كان مو تواجد في منبر إعلامي عكاب ولا يعلى على العكاب ما خدمك شعريا ما خدمك ما نشر لك وأنت هو شوف ولده ينشر في الجريدة الفلانية وينشر عند صفحات منافسة طيب قال يعني أقربون أولى بالمهروف ولدي أقرب الناس أنه أنشر له ليه ما فكرت أول شي أني أراسل الوالد لا تراسل هو عندك في البيت شون تراسل هو عندك في البيت معك مضبوط عطه أنا ما نمعتبر نفسي من دون هالعالم متجاوزها ترى أنا ما نمعتبر نفسي شاعر مثل أي شاعر ولكن قيم قصيتي بالشكل المظلوب وجيزة للنشر انشرها ما أجيزة لا تنشرها ولا تعلق يعني في بعض تعريق تكسر في قصيتي أنا ممكن أن أحجك نعم ولكن نحن عندنا إيمان وحية ما نقدر نستحي صح من هالباب هذا نكتف عن الشيء هذا وندخل مجال آخر ممكن ينجح معك ممكن ما ينجح أنا تركت مجال أنشر والركض خلف النشر لكن اتجاهة المجال الأغنية لقيتهم كلهم جاي جامعين لبعض طيب أنت تقيم نفسك أيام ما كنت فنان أيام الله لا يعيدها نعم ولا لا ولا على حسب كل شخص في شخص يتمنى أنه بالمكان اللي فيها فارس مهدي ويظل متواصل في المساء في الساحة في المساء وفي شخص يقول لا أنا اكتفيت باللي قدمت وخالص وبالأساس أنا هدفي حتى يوم بديت مجال الأغنية هدفي الشعر أنا عارف مو هدفي كمجال الأغنية أنك توصل الأغنية قصيدتك عن طريق صوتك بالله حتى لما خالد عبد الرحمن أيضا حتى لما نجح فارس في المجال وكذا أنا يا محتيك ما أنا متوقع بالأشياء البسيطة جدا أنا كلفني البوم مع عشق الكتابة 4600 ريال هذا أول البوم أول البوم لا 3600 ريال عش الله تسجيل كل شيء بالشعر بالألحام بالإيقاعات وأخذت العمل ووفقني الله مع شركة الأثمان أنهم ينزلون طبعا كان فيها عمل قبل اجتهادات بسيطة ووزعت على الشركات ما قبلوا ما قبلوا وقالوا أنه ما راح يضيف شيء للساحة كوجود ما عدا شركة التكامل أي نعم الله يرحمها والله ضيعت اسمه هو اللي استقبلني بصدر رحب وقال لي لا عرفته خالد البنيان الله يرحم خالد الله يرحمه استقبلني برحابة صدر وقال لي أنت موهبة وتكتب وتلحن وكل شيء لكن أنا أبغى أبني فارس مهدي بشكل جديد غير اللي أنت قعد تقدمه بعد اللبوم الأول هذا الكلام لا قبل اللبوم الأول قبل الأول أشكي الكتاب رفضت أنا المبدأ هذا لأنه أنا عندي شيء أبغى أقدمه الشخصي أنا مش للساحة أو الجمهور ممكن ينجح ممكن ما ينجح لكن كفكرة كذا أنا أشكرك على الشيء اللي قدمت والله يرحمه يغمد روحة الجنة هو الوحيد سلام العبد الله لا كان موضوع عقد احتكار والمبدأ هذا أنا رافضة طبعا لا تلزمي كويس أنك انتبهت يعني انتبهت الموضوع هذا إلى أنا من البداية أنا بأعتبر نفسي أنه ابن الإعلام والدي موجود في الإعلام فليش أحتكر يعني فليش أحتكر أنا ألزمك بالساني وأعطيك الاتفاقية اللي أنا وياك اتفقنا فيها حلو حلو طيب أنت تعتبر نفسك سابقا فنان أو وشاعر شعبي أو غنائي شامل ما في شي دون شي يعني انت غنيت غنائية قصائد غنائية كتبت غنائي كتبت غنائي ولكن كتجربة فقط ومواصلة الجس نبض الجمهور كيف لقيت لقيت الموضوع حلو جدا كملت فيه لا لأنه بالنهاية أنا عندي قاعدة أساسية أمشي عليها أيوة إذا خلت من الوزن الطافية أيوة أيوة أنت تبغى تمشي على النهج هو النهج هو النهج الأساسي زي اللي أنا أتبعه إلى اليوم هذا بصفحاتي بالموقع بيت بيتين نفس النهج الغنائي الغنائي أنت عندك وجهة نظر فيه الغنائي للأمانة ما عندنا ثقافة مكتسبة عند الشعب أنهم يتقبلونه يعني زي بدايات الأمير بدر بن عبد المحسن في موضوع الحداثة وتحديث الشعر الغالبية موجودين في المملكة مو مقابلين رغم أنهم فن كل الفنانين الكبار أغانيهم أغلبها غنائية يعني نادرا ما يغنون نبط مش الكل مش الكل بعض الفنانين يستخدم استخدموا يعني انتقاء الكلمة ممكن ياخذ شطر نعم ويهمي الشطر ويكمله مع الشطر الثاني من البيت الثاني أو الثالث فتطلع أغنية غير ملزوم فيها أنا صارت معي التجربة هذه انجحت معي ولكن مش صحيح نعم يعني بالنهاية نحن نمشي على وزن وقافية وقاعدة متخذة الغنائي أو النثري أو الحر ما المفترض أنه يهمش يعطى نعم لأنه دور من المسرح من القصة نعم مثل ما يقدم أدونيس مثل ما يقدمها خلينا في العامية يقدموا الأمير بدر يقدموا أيضا خلد الفيصل للكتابات فايق عبد الجليل عبد اللطيف البناي مجموعة من الشعراء الأغنية اللي متميز جوية ننجحوا فيها ننجحوا فيها لكن هل شعب متقبلة إلى الآن نسبة ثمانين تسعين بالمئة غير متقبلينها مع أنه فنه كيف متقبلة هي متقبلة كأغنية بكلامها بضع يعني إيه إذا قصدك تقرأ كقراء ما حتقرأ فيها أشعة جميلة لبن كثير أكثر من سبعمائة سنة موجودة وحلوة وجميلة فليش أنا أجي أهمش دورها لإبداع لأنه يصنف من الأدب العربي من القصة والقصيدة فممكن يسرد أنا لما أقول قصيدة نبطية كإبداع مثلا أي قصيدة الشاعر مشهور أنا بإمكاني أخذها من باب قالب ثاني وأبنيها بناية حلوة وجميلة نعم مثلها مثل المسرحية وتطلع بقالب أدبي جميل ويضاف لي ويضاف للجيل القادم لكن إحنا ما تقبلنا اللي يقدمها الأمير بدر من عبد المحسن وهذا أكبر خطأ ما تقبلوها المحررين الموجودين في وقتها وضع ضع الآن غالبية يمجب 90% يقول لك هذا مو شعر متى يستصيغك شعر لما تغنى خلاص تحفظ تحفظ مكبلها بالضبط غير كذا ضاعت حقوقها وضاع معها الشعر ليش؟ لأنها هي مرحلة تطور للشعر نعم ما يبقى مرتبط في أي حاجز لأنها هي فكرة والفكرة تولد عدة أشياء من أفكار جميل يعني أنت هروبك مثلا من القصيدة الغنائية أنها لا تتناسب مثلا مع لونك الغنائي نعم جميل وعندي مبدأ يعني أنا هدفي أني أختم قصيدتي يعني لو جاتك قصيدة من أمير بدر وعبد المحسن غنائية بتقول عندي مبدأ؟ بوقتها أي أي ما أقدر ما تقدر؟ أكدب على نفسي وأكدب على الجمهور أنا عندي مبدأ والألا أكتب الأمير بدر والأمير خادر فيصل نعم كثير من الشهراء الأمرة والأسماء البارزة حلو ألا أكتب عبد الله بن أحمير من زمن من أيام الطفولة وعبد الله من اللي أضعف للساحة الشعبية أيام مزعل وأيام مبدأ أيام لغني الشعب أنا هنا الكلام أنظر الله للجمهور إن شهري موحلو يعني؟ لا بالعكس عبد الله بن أحمير القحطاني من اللي أضعفه للساحة الشعبية في أذكر مرثية أم في كثير عبد الله لك وبرضه لا مرثية أم يتبعي ترى عبد الله رشود برضه عبد الله رشود من اللي يجددوا بالساحة لكن ارتباط فارس مهدي بشيء لي قدمه مرتبط في قصيدته نعم أخذت بنفس الوقت مع أحاسيس غض النظرة عن الاسم حلو وبنفس الوقت كثير وجه لي اتهام أنه أنت في أيام ما كنت تقدم أغاني وكذا أنه ما تغني إلى الناس المقربين لك طيب أنا هذا إحساسي اللي أحس بأنها قريبة لي عرفت فكان هذا مبدايا أني أقدم أول شيء بالمبدأ عملي وفيما بعد آخذ كأعمال أنه أخلي فيه تنويع الألبوم يكون فيها عتب يكون فيه فرح يكون فيه حزن يكون فيها كتشكيلة يعني من اختيار النصوص طيب جميل الفن أكثر شهرة من الشعر ويقتل الشعر هل حسيت بالفعل وأنت فنان لاهي عن الشعر أنه قتل الشعر بداخلك ألا كانت الموضوع تزامن بحكم أنك أنت تغني لي والله يشوف هي وجهين عملة واحدة نعم يخدم من بعض ولكن هل فارس مهدي مقتنع فيما قدمه أنا أقول لك إيه لقيت صدى ولقيت نجاح ولقيت تفاعل ولقيت حب الجمهور اللي يلا سخره نعم الفارس مهدي لكن كداخل كاقتناع من المبدأ من الأساس أنه أنا هذا مو هدفي سبق أني صرحت فيها يعني نعم في عدة مجالات في عدة منابب أنه هذا مو هدفي هدفي تقديم القصيدة بشكلها اللي إحنا عرفناها اللي تنقلها جدي أبو جدي جد جدي زي ما هي يعني بالأنسياق حقها نعم افتقدنا للوقت الحالي قصة وقصيدتها لكن موجودة كقديم كتوثيق نعم صارت الآن مجال الأغنية أنها هي اللي تمشي وهي اللي تحفظ يسمعها الصغير يسمعها الكبير صح يتناقلونها فأكيد أنه فيه اختلافات بين المرحلة السابقة بين تقديم أغنية وبين تقديم قصيدة الحالة جميل يعني أشان نكون واضحين نعم فارس مهدي دخل عالم الأغنية لإيصال قصائده فقط باللط أنا هذا مبدأ وكانت تجربة لمجرد أنه والله أنا بشوف قصايدة كيف بغنيها نعم وبعدين قال للوالد أنه شركات الانتاج صاروا يجون صحيح للاحتكارية نعم بعد كانت البداية عبارة عن جلسات ولا لا جلسة عود وإيقاع ايه أذكر أحد المنتجين اللي تقريبا الرابع واحد أو خامس واحد مرة يثالي جايب لي ماسكين ثمانين ألف ريال وجايب على السيديو السيديو رباعيات عمر عمر أو أي أيام يسري البغدادي بعز تواهجه نعم فجايب لي ثمانين ألف ريال وحطها لي أبد هذا حق الشريط الجاي قلت له يا أخي أنا مرت عليكم قاعد الشريط عندك ثلاثة شهور توقت تذكرني وتوقت تذكر يوم ضرب بعشق الكتابة قال إيه لأنه فرش وباع ومدركية وتعال نعطيك قلت له لا أنا عندي مبدأ واتفقت مع عبدالله العثمان ووقتها أنه خلص أنا معك وانت معاي ونخدم بعضنا جاء شيء عارضي من بره كشركة أنها ممكن تخدم فارس مادي كتواجد إعلان ما في مشكلة ما عندي مبدأ حلو ما أرفض لكن نفس الأشي حاصلة أنا مريتهم بالبداية وتفاجأ فيما بعد يجيني وشاي المبلغ طبعا تغيرت طبعا تغيرت المراكز وتغيرت القوة في هذا الموضوع مضبوط ولكن بالمادة التي هم يعتقدون أنها بالمادة المادة ما تجيب كالشي نعم صح هم تجار هم هذول منتجين هم في الأخير مش فنانين ومش فنيين هم تجار وهذا اللي أعطاني عكسية عن نظرة المجال الفني خلال الخمس ست سنوات الماضية ليش يعني أول ما بديت أنا هاول نعم ما كل تفكيري المادة أنا أصرف من جيبي وكل أعمالي اللي نزلت من جيبي أنا أصرفها فقط مجرد أني أسلمها العثمان والعثمان يسلمها الشركة كتصنيع وتوزيع فقط نعم هذا اللي أنا متعود عليه أطلع من البيت للسدي وأسجل عمل أتفضل ما دخلت بالمع مع المادية وكملك وهذا وكذا أنا داخل شريك مع بالشريك ما معنى أنت حددت أنك تكون شريك في الشريط ليش ما أنا أعرف الفنانين يسلم فلان الريل الشركة الفلانية الريل أو السيدي حق الأغاني أعطيني حقي هذا حقي هذا حقي لأنه ما كان في شركة العثمان غير أنا واستقطبت جابر عبدالعزيز الفهد مجموعة أسماء جابر الكاسر وعبدالعزيز الفهد كأسماء متواجدين معا يعني أن نروح ونجي في القروب اللي خاص في بالقروب اللي مع أنا فقط الشركات الثانية على الهالة الألامية اللي عندها والفناني لا يمكن أنك تدخل بينهم وتلقى فيه اهتمام فكان فيه اهتمام من شركة العثمان بمعنى يعني أنت تعتبر نفسك محارب من الشركات الانتاج الثانية فيما سبق لا أنت زي ما قلت أنه شركات الانتاج تجارية ما حد هم هالأدب الفني اللي موجود هذا التجارية وهذا اللي أنا اكتشفته فيه ما بعد أنه لازم تكون لامة من الجهتين أنا ما عرف لامة من الجهتين أنا هذا هدف أنا فنان ما نتاجر لا اه أنا لو بغيت أدخل في موضوع التجارة هذه اختلف الوضع 180 درجة نعم اختلفت أشياء كثيرة لكن لا أنا هاوي وعندي شيء أبغى قدمه الشعر نعم وأخذ حسيس الناصري معي اللي يوازن من العمل حلو يعني ما ينفر الجمهور منه وكلها لون واحد إلا عدة علوان وانجحت الحمد وتواصل مع الجمهور حلو طيب بس فارس انتهى يعني يعني لما أعطيك رأيي في قصائدك كفارس يعني قصائدك كلها تقليدي يعني ما في شيء جديد يعني قصيدة زيها نعم ما أنت الشاعر اللي نقول والله يستاهل يغامر ويطلع فنان عشان يقدم هالقصايد يعني على وجهة نظري لو كل شخص عنده قصائد وما نشرت قال لا بصير فنان عشان أطلعها كان نص الشعب فناني هذي متعلقة بالأقدار قدرك مكتوب لك نعم فما تدري وبعدين ماكر الرئيس دولة انولد من بطن أمه رئيس نعم ولكن الملك ملك وحكم ومسك زمام دولة ومراهة سياسية وشعبة وكل شيء انولد من بطن أمه ملك فقدار تسوبك لهالشي هذا في عدة أمثلة العلماء موجودين أول ما بدأ بالشغلة هذي ووفقها الله بالشغلة هذي ونجحه وصار مشهور وكذا أنا واحد من ضمن هالناس اللي الله قدر له انه يصير له هذا سبب وانه يتوجه للجمهور من خلال موهبته اللي الله كسب هي وقدم له الجمهور ببساطته والحمد لله يعني لا قدمت الشي اللي يخدش بالحياة قدمت أشياء عاطفية اللي يحس فيها أي شاعر أي شاعرة كاتب كاتبة من خلال هالنسق أنا قدمت أشياء حلوة جميلة تواكب عصري وتواكب الجمهور والحمد لله يعني خلال الخمسة سنة الجمهور قعد يتناقل هالأشياء وما زال يطالب بالأشياء طب أنت ما تقدر تقدم شي يخدش الحياة لا صعبة أنت حتى ما تقدر لأنه أساسا نعرف القصائد تمر على مصنفات فنية الأغنية تمر على مصنفات فنية ما عدا طبعا يكون بطن يعني مسرب لا في فنانين كان يسربون يعني ونعرف فنانين في بداياتهم كان يسربون أشياء وبعدين يقول لا متبعي بس أنها كانت تكسبهم جماهيرية ما في شي ما هو تبع أحد كل مسؤول عن عملها ليقدم وبالنهاية في شيء اسمه تاريخ كل شخص له تاريخ فتش عن تاريخه فتش عن أشياء وللمعلومية إذا ما جاك وجه إعلامي أو صحفي ينبش أو يبحث ممكن أصغر واحد من الجمهور يلتقط هالأشياء ليش لأنه حبك حبك بكل سلبياتك وإيجابياتك ممكن يبحث عنك بأدق التفاصيل ممكن يعرف تفاصيل دقيقة في بيتك واحد من الجمهور وأنت مرت فيك أنا مرت أشياء كثيرة في الموضوع معجبين ومعجبات وإزعاج فمن البداية حافظ على نفسك وعرف أن وراك رجال تحاسبك والدك عمك خالك ولد عمك حتى طفلك في مبان أنا حريص تمام الحرص على أنه ما أقدم من خلال هالساحة إلا شيء اللي يضيف فقط مجرد تواجد البهرجة والإعلام أنا ما بيها جميل ولا نحريص عليها أبدا طيب نبي نختم الفاصل الأول لقاءنا يا بأغنية بلا موسيقى أو شيلة أو قصيدة أنا طبعا أنا أمس طرحت في تويتر أنه ضيفنا فارس مهدي فوجدت والله اللي اللخت أم فارس الخالدي تبيغنية مقدر على فرقاك وأحدهم يطلب غنية ظالم وفي غير الأسئلة بنعود لأسئلة تويتر طبعا فأنت كيف ترضي ذائقة محبينك أنت وياهم فيه يدروب عمري قصيدة لي أقول ما أدبه شيء يحرك مع الداخل كل المشاعر لك الله لك وهبناها ما أدبه شيء يحرك ما بداخلنا كل المشاعر لك الله لك وهبناها مبطي وعرفك قبل ما تقول تسألنا يدروب عمري خواطرنا بكيناها تذكر حبيبي رسائلك ورسائلنا تذكر ليالا طفولة كيف عشناها هذاك جال الغدير وذاك منزلنا وهذه حروفا على الرنلة كتبناها تذكر مدينة غلانة يوم كملنا نبني صروح الأماني نبني صروح الأماني ما نثرناها تذكر خطاي وخطاك إنا تعلمنا من كثر ما خطيت وخطيت ونسيناها الله ينجوم ليلي كم تعلمنا ما فات يوم لك الله ما ذكرناها تعالى أمري نجدد ما بداخل ما تبريج روح لمنك صاحة إلى بناها وسلامتك صح لسانك طيب ناخذها شيلة أو لا شي ما يمش قبل نختم الجمهور الأول بشيلة غير لحنة الأساس اللي عرف على الجمهور كشيلة نبي مفاجأ الجمهور بارس مهدي لأنه فيها نقطة عند الجمهور أن الجمهور الآن ما يفرق بين الشيلة وبين الأغنية لأنه اللي قاعد يطرح الآن في الساحة وفي القنوات الكثير من كاسية هذا أغنية مصاحب الإيقاء أو آلات أرضية فيما بعد تشال الشيلة نظامها مثل الحدام مثل الهجين اللي تشال بدون زمن إيقاعي بالراس يشيل هالشاعر أو البدو اللي يراكب ذلول رحوله وماشي فيها ففيه اختلاف ترى جميل طويل يعني ما صحيح فحب أني أشيلها بلحن جديد غير الأول ما عاد به شيء يحرك ما بداخل كل المشاعر لك الله لك وهبناها مبطي وعرفك قبل ما تشوف تسأل يدر بأمري خواطر نبكينا ها تذكر حبيبي رسائل كور رسائل تذكر ليال الطفولة كيف عشناها هداك جال الغدير وذاك منزل وهذه حروف نال الرملة كتب تذكر مدينة غلان يوم كمل نبني صروح الأمان ما نفر نها تذكر خطاي وخطاك إنا تعلمنا من كثر ما خطيت وخطيت ونسيناها الله ينجوم للي كم تعلمنا ما فات يوم إنك الله ما نسيناها تعال أمر نجدد ما بداخلنا وتبرى جروح نقصاها إلى دناها سلام الله أعطيك العافية صحيح لسانك صحيح لسانك شيلة جميلة الله يسير ظهر كل فاصل بطلب شيلة ماذا أعزائي فاصل قصير ونواصل حوارنا مع فارس مهدي شكرا